مصروف البيت نزود المصروف ولا نتقلم على الظروف طبعا في مدارس كتيرة في هذا الامر وفي مدارس تقدمية يعني ايه تقدمية يقولك والله لا احنا استهلاكنا ممكن نقلله انا مش عارف نعمل ايه في فاتور بره بيعملوا كده بره سألوا الانجليز الانجليز عندهم في اول ابريل 40% زيادة في سعر الغاز وبالنسبة للمواطن الانجليزي سعر الغاز ده يعني لانه طبعا تدفئة وطبخه كل حاجة الغاز يعني ما ينفعش فكل يوم الصحافة الانجليزية والإعلام الانجليزي يسأل المواطن الانجليزي وضبط نفسك علشان الفاتورة اللي هتزيد 40% الشهر الجاي لانه اناك ما عندهمش اهلا الرمضان عندهمش حكاية دي لو كل واحد يعني ربنا معاه يعني هتتصرف هتتصرف فطبعا الناس تتصرف تعيد توزيع الميزانية بتاعتها هتشتري من هنا اخر مرة انا كنت في لندن وده كان وقت ما كنت بعمل الانترفيو بتاع محمد صلاح وفي مناطق راقية ما بتحدسش عن ضواحي لندن انا شفت وده كان زمان اول كنت تشوفه في لندن ما تشوفوش يعني من مدة عودت الناس الهوملس دول بيبقى عنده ايه عنده بطنية كده بسوستة اول ما المحلات تافل يروح رايح راصص حاجته قدامه وبيتخنقه طبعا اللي بيركن في محل مثلا فيه تندة اكبر علشان لو الدنيا ما اطارت لو فيه فابتقد شوف ده كتير حالة الفقر تزيد يعني ده ما كانش ما لندن دي كانت طبعا فيه تلات خبطات حصلوا في لندن خروج من امتحاد اوروبي اللي هو البريكزيت وده عمل مشكلة اقتصادية اتنين خبطة الوباء الكورونا تلاتة الآن الحرب الاوكرانية الروسية اشتركوا في القناة